بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات في محاضرة جديدة من مصاق مبادئ محاسبة واحد ونتناول فيها إن شاء الله العمليات المحاسبية المتعلقة بالأوراق التجارية قبل أن نبدأ محاضرتنا نود أن نعرف ما هي الأوراق التجارية الأوراق التجارية هي الأوراق التي تستخدم في عمليات التجارة بمعنى عند الشراء والبيع نستخدم حاجة اسمه شيك إيش هو الشيك؟ الشيك هو عبارة عن الشيك العادي ورقة الشيك التي يصدرها البنك لمن له حساب جاري في البنك وبالتالي بيعطي البنك كل واحد له حساب في البنك بيعطيه دفتر اسمه دفتر الشيكات يستطيع صاحب الحساب الذي يحمل دفتر الشيكات أن يقوم بتزديد المدفوعات المتعلقة بمشترياته مثلاً مثلاً أنت معك دفتر الشيكات اروح تشتريط بوضاعة من واحد بدلاً ما تعطيه نقداً فلوس تعطيه ورقة الشيك ورقة الشيك هي عبارة عن أمر يصدر عن الساحب للبنك لأجل دفع قيمة الشيك للشخص الذي يحمل الشيك وهو المستفيد وذلك عند الإطلاع أو بمجرد الإطلاع فهذا هو الشيك الشيك هذا يستخدم في عمليات تزديد المشتريات تزديد الديون يعني له علاقة بالعمليات التجارية في أي مكان الكمبيالة هي أيضاً شبيهة بالشيك عبارة عن صق مكتوب صادر عن شخص اسمه الساحب يتضمن فيه بأن يتعهد بدفع مبلغ لشخص آخر زي مثلاً أنا اشتريت من عند واحد بضاعة لكن ما أعطيت فلوسه فأنا بصدر صق مكتوب يعني ورقة هذه الورقة بتعهد فيها أنا إنه سأدفع لك يا أيها البائع مبلغ وقدره كذا يوم كذا يعني زي ورقة الدين في حاجز ما استند الساحب هو أيضاً محرر مكتوب يعني ورقة مكتوبة تضمن أمراً صادر عن شخص اسمه الساحب إلى شخص آخر اسمه المسحوب عليه يعني بقول الساحب هذا بأمر الشخص المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث مبلغ معين وهو المستفيد يعني كانوا شبيه بالشيك بقولوا ادفع لأمر فلاني لفلاني مبلغ قدره كذا إحنا حركز في معاملاتنا وفي إجراءاتنا على الشيك وعلى الكمبيال لو الكمبيالة هي أي نعتبرها كأنه سناد الساحب أطراف الشيك ثلاثة هما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد الساحب هو الذي يقوم بتحريي الشيك يعني من يحمل دفتر الشيكات بإيده المسحوب عليه دائماً بيكون هو البنك البنك لأنه هو اللي بدفع المبلغ خصماً من حساب الساحب المستفيد هو من يحمل ورقة الشيك وليكون الشيك لصالحهم بنسبة الكمبيالة أطرافهم الساحب والمستفيد الساحب هو اللي يقوم بتحرير الكمبيالة والمستفيد هو الذي سيقبض ثمن الكمبيالة السند الساحب عند الساحب هو من يقوم بتحرير السند المسحوب عليه هو من يقوم بدفع قيمة السند المستفيد من سيقبض قيمة السند يعني باللاحظه كأنه زي الشيك بدل ما يصدر عن البنك يصدر عن شخص آخر طبعا فيما تعلق بشروط كلمة شيك مكتوبة في المتن وبلغة الشيك هو غير معلق على شرط أبدا يعني يجب أن يتم الدفع دون أن يعلق هذا العمر على شرط بالنسبة للشيك اسم من يلزم له بالأداء الماسم المسحوب عليه تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه توقيع الساحب عدم جواز سحب الشيكات إلا من المصارف المستفيد هو الذي سيقبض قيمة الشيك ومكان دفع قيمة الشيك هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشيك حتى يكون قابل للدفع الآن في نسبة الكمبيانة هو تعهد بالدفع تعهد غير معلق على شرط تاريخ استحقاقه له تاريخ استحقاق له مكان وين يتم أداء ودفع المبلغ اسم من يجب الأداء له يعني إيش اسم المستفيد إيش اسمه توقيع من أنشأ الكمبيالة شخص يسعب عن الكمبيالة تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشاء الكمبيالة طبعا هذه كلها إلا فوائد كثيرة في الاقتصاد لأنها بتغني عن عملية الدفع بالنقد أو حامل الفلوس وإيش المخاطر المتعلقة بحامل النقد وبالتالي بكون التعامل من خلال هذه الأوراق التجارية هو أمر مهم جدا في تسيير المعاملة في حاجة في البنوك بسموها السحب على المكشوف إيش السحب على المكشوف كده يعني بالبلدي أنا رحت على البنك وبعندي رصيد مئة دينار قلت للبنك أعطيني مئتين أقول البنك ما عندكش رصيد يعني ما عندك فلوس في حسابك كيف أعطيك مئتين البنك ممكن يتجاوز لأنه بعرف إنه أنا التاجر موثوق بي أنا ممكن عندي راتب شهر جايب أغطي أنا يعني معاملتي طيبة وحسنة مع البنك البنك بثق فيه ممكن لك طيب يلا يلا بنصرف له الشيك اللي قيمته مئتين لكن هو الرصيد أو المبالغ الموجودة إلي في الحساب كلها عبره عن مئة دينار البنك أعطاني مئتين يعني زود عن قيمة المبلغ اللي أنا مستحق إلي بقيمة مئة دينار تانية المئة دينار تانية هي التي تسمى في العرف المصرفي باسم السحب على المكشوف يعني إيش معنا السحب على المكشوف يعني سحبنا فلوس من البنك ومعنا رصيد يعني يوم واحد عنده رصيد عشرة دينار في البنك راح صرف في البنك مئة دينار البنك أعطاه مئة دينار يعني البنك الآن أعطى من وين أعطى تسعين دينار على مسؤوليته على مخاطرته لأنه هذا صاحب الحساب ما عنده فلوس مئة دينار بس مدير البنك بيكون وافق وبعرف الشخص ويجوز يعني بيعتبر أنه فيه تعامل سابق بناتهم وفيه بناتهم أمور معينة طبعا السحب على المكشوف فيها ظاهرة غير حميدة والبنك المركز دائما بيحاول إيش أن يحد من وجودها خوفا من عمليات التعطر أو المشاكل اللي بيصاحب هذه المشكلة الآن كيف إحنا لما نتعامل بالشيكات كيف بدأتكون المعالجات المحاسبية طيب الآن إحنا بنصدر شيكات لما كنا إحنا نصدر شيكات كنا نقول من حساب المشتريات إلى حساب البنك لما كنا نطلع شيك الآن طيب إحنا أخذنا الشيكات يعني الآن إحنا حصلنا على الشيكات مثلا والشيك هذا بدأودعه في البنك أنا يعني أنا مثلا عندي شيكات معينة بدأودعها في البنك عندي شيكات صادرة عندي شيكات واردة يعني فيه شيكات حتتنوع في شيك بصدر أنا وفي شيك بستلم وأنا بكون وارد إلي طيب لما يكون أنا في عندي الآن التاجر بيحرر شيك لمستفيد وإحنا الآن قمنا بإداءة رأس المال في البنك لما نودع رأس مالنا في البنك أكيد حكون القيد المحاسبي زي ما أخذنا يعني أنا أحد المساهمين بدل ما أني أنا أدفع نقدا قلت للمدير الشركة أو المسؤول الشركة أنا بدي أعطي شيك وبالتالي الشيك هذا بنحطه في البنك لما نحطه في البنك حنقول من حساب البنك إلى حساب رأس المال يعني هذا القيد المحاسبي هو عبارة عن إداء رأس المال في البنك لما نودع في البنك نقدية أو نودع في البنك شيكات يعني احنا حطينا البنك فلوس نقدية نقد سائل عادي او حطينا في البنك شيكات هنقول من حساب البنك الى حساب رأس المال والبنك بيقوم بدوره في تحصيل قيمة الشيك اشترينا اثاث فرضا لما نشتري اثاث ما دفعت قيمة الاثاث نقدا انا اصدرت شيك وبالتالي بيقول من حساب الاثاث الى حساب البنك لان اشتريت اثاث اشترينا بضاعة لما نشتري بضاعة بقول على طول من حساب المشتريات إلى حساب البنك لكن لو كان هذا المبلغ بزيد عن المبلغ الموجود كرصيد ما فيش مشكلة هو القيد المحاسب كما هو بس حسابي أنا في البنك بيكشف يعني أنا اليوم اشتريت بضاعة قيمتها 100 دينار ورصيدة في البنك كله 10 دينار طلعت الشيك البنك الآن الشخص أخذ الشيك مفروض أعمل قيد محاسب أقول فيه من حساب المشتريات إلى حساب البنك لكن قديش حساب البنك هو كل رصيدة أنا كان فيه 10 دينار فقط طلعت الشيك بقيمة 100 دينار هنقول إلى حساب البنك بالكامل وابتالي حترتب عليه أني أنا الرصيدة في البنك حينكشف لأنه كل ما فيه فلوس 10 دينار وابتالي نكشف بقيمة 90 دينار الشيكات الواردة هي الشيكات التي تتسلمها المنشأة من عملائها مقابل مبيعات يعني إحنا بيعنا بضاعة لواحد لما بيعنا بضاعة لواحد أعطانا الشيك ما أعطانا فلوس لما يعطينا فلوس هنقول من حساب الصندوق لحساب المبيعات لكن هو أعطانا فلوس أعطانا شيك برضو القيد المحاسب بعتبر الشيك زي نقدية ولكن هو مش نقدية ستتحول إلى نقدية فيما بعد بقول من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات لما يكون أعطيني شيك لكن الشيك هذا اللي بأخده أنا مش أخليه في جيبتي مش أخليه في الصندوق موجود هروح أحطه في البنك وبالتالي بعمل قيد ما حاسبه من حساب البنك إلى حساب الصندوق احنا ممكن خطواتها نختزلها كلها ولما نبيع بضاعة على طول بنقول من حساب البنك إلى حساب الصندوق طيب لو أنا الشيك اللي معايا بديش أحطه في حسابي في البنك يعني مثلا أنا بيعت بضاعة على واحد انتوا يا شباب يا بناتنا بيعنا بضاعة على واحد الشخص هذا أعطانا شيك طلعنا في شيك كده مكتوب عليه البنك العربي يعني ايش ملك العربي يعني معنا ذلك الشخص اللي عطانا الشيك هذا حسابه وين حسابه في العربي بس احنا المسافدين من الشيك مناش حساب في البنك العربي حسابنا في بنك فرسطين وبدي روح في الشيك أنا هذا بدي روح أحطه في حسابي أنا في بنك فرسطين لكنه الشيك تمحسوب على البنك العربي البنك العربي محروض يدفعي فلوس في هذه الحالة لأنه الشيك مسحوب على بنك تاني مش نفس البنك حنسميه شيكات برسمة تحصيل ليه لأنه ديش خل البنك مدين لما أنا أقول من حساب البنك مدين متى لما يكون البنك تبعي الشيك مسحوب على بنك فلسطين يعني أنا حسابي في بنك فلسطين والشخص اللي أعطاني الشيك برضو حسابه في بنك فلسطين في هذه الحالة هنقول من حساب البنك لكن كون الشيك هذا مسحوب على بنك تاني مش البنك اللي في حسابي أنا هنود الشيك هذا للتحصيل وبالتالي هنسميه تحت اسم شيكات برسم التحصيل أي يعني شيكات برسم التحصيل يعني الشيكات تحت إجراءات التحصيل نحن نبعته ببنكنا وبنكنا بروح ببعته للبنك العربي وببدأ في عملية تحصيل قيمة الشيك طيب كيف نعمل المعالجة المحاسبية في حالة الشيكات الموائل واردة لنفس الطريقة أول ما نستلم الشيك طبعا هنحطه في البنك هنقول من حساب الشيكات برسم التحصيل إلى حسابيش إلى حساب المثلا الشخص الدائن أو الشخص أو حساب المبيعات فرضا طيب الآن حطينا الشيك في البنك البنك بعد يوم اثنين ثلاثة حيخربرنا يقولنا يا شركة فلان أنا حصلت لك قيمة الشيك أصبح في هذه الحالة فلوسنا هذه اللي أنا حق إلي كنت مسميها حساب مدين حساب وسيط يعني حساب مؤقت حساب وسيط يعني حساب مؤقت سميته شيك برسم التحصيل البنك بلغني أنه حصل قيمة الشيك وبتالي إيش بأجعل؟ بجعل البنك مدين وبتالي بقول قيد محاسبي من حساب البنك من حساب البنك طيب البنك الآن قيمة الشيك فرضا ألف دينار البنك مقابل عملية تحصيل بده عشر دينار مثلا عمولة أصبح هو بدأ خلي البنك أنا مدين بقيمة تسعمية وتسعين دينار والعمولة هذه استقطعها البنك من قيمة الشيك عشر دينار يعني أنا أعطاني الصافي تسعمية وتسعين دينار وأخذ عمولة عشر دينار إلى حساب شيكات برسم التحصيل لأنه الشيكات كانت في الأول مدينة إيش بصير الآن دائنة مش هنقفل هذا الحساب فهمنا كيف يعني؟ لما إحنا أخذنا شيك من واحد ودناه على البنك ونال من حساب شيكات برسم التحصيل إلى حساب المبيعات الآن الشيك برسم التحصيل هذا رأى على البنك البنك بيقوم بدور بتحصيل قيمة الشيك من بنك تاني وبالتالي في هذه الحالة البنك هذا حيأخذ عمولة مقابل تعصيل الشيك هذه العمولة تخصم من قيمة المبلغ تبعي أنا أنا أفوض إلي ألف دينار لكن البنك بخصم عشر دينار فرضا قيمة عمولة هنقول في هذه الحالة من حساب البنك مدين تسعمية وتسعين دينار من حساب العمولة عشر دينار إلى حساب شيكات برسم التحصيل بقيمة الألف دينار شكات برسم التحصيل كانت مدينة بألف دينار الآن صارت دائنة بقيمة الألف دينار موضوع التجير أو تظهير الشيك يتركوا الموضوع هذا لأنه موضوع يعني هو مجرد عبارة عن أنه إحنا بنجي على الشيك من وراء وبنعطيه له واحد تاني بنكتب عليه ويتم تظهير هذا الشيك لأمر فلان يعني الشيك اللي معنا إحنا أعطناه مش هنسدد مدفوعات لفلان يعني أنا مثلا اشتريت بضاعة من واحد بديش أعطي له دفعات الشيكات من عندي عندي دفعات الشيكات أصلا واخدها من ناس تانيين باجع ورقة الشيك اللي واخدها من الناس التانية على ظهره وبكتب يتم دفع القيمة لصالح فلان يعني كأنه الشيك الأجاني من فلان أعطيته له فلان آخر فكوكم القيد المحاسبية هذه عملية سهلة وبتحتاج لهذا وبالتالي إحنا مش عايزين نتعمق فيه كذلك الآن عملية رفض الشيكات عملية رفض الشيكات يعني رحنا حطينا الشيك في البنك ولكن البنك إيش بدي يحصل قيمته من الشخص الساحب لقى الساحب فيش عنده رصيد أصبح الشيك حيرفض وبالتالي نبدأ بالغاء القيود المحاسبية بننسيب عملية رفض الشيكات أيضا قيودة سهلة ولكن يعني بلاش صعب عليكم الموضوع هذا طيب الآن معالجة الشيكات برسم التحصيل هناخد مثال المثال هناخده الآن بقولك هنا بتاريخ أربعة خمسة واحد باعت منشأة حسن بضاعة إلى نادر بمبلغ 250 دينار يعني حسن باع بضاعة لنادر موجب شيك يعني إحنا خدنا شيك القيود المحاسب اللي كنا ناخده واخدناه قبل كده مباشرة كنا نقول من حساب البنك إلى حساب المبيعات في بعض المنشآت أو بعض الأمور بسمح أنه نعمل حساب وسيط اسمه شيكات واردة يعني بدل بقول من حساب البنك إلى حساب المبيعات بعمل قيود وسيط اسمه شيكات واردة بقول من حساب الشيكات الواردة إلى حساب المبيعات طيب الشيكات الواردة هذه موجودة عندي محتفظ بيها أنا ويش بدأ عمل فيها؟ بدأ وديها للبنك وبالتالي بأعمل قيد محاسر بقول من حساب شيكات برسم التحصيل إلى حساب إيش؟ إلى حساب البنك لما أرسل الشيك للتحصيل بدأقول من حساب من حساب الشيكات برسم التحصيل إلى حسابه يعني في تاريخ مثلا 7-1 أرسلت منشأة حسن الشيك نادر إلى البنك للتحصيل وبالتالي بجعل شيكات برسم التحصيل هنا بجعله مدين مش إلى حساب البنك دول إلى حساب شيكات واردة هنا في خطأ إلى حساب الشيكات الواردة سنسكر حساب الشيكات الواردة هنا القيد المحاسبي من حساب شيكات واردة إلى حساب المبيعات جيد يعني ما استلمنا الشيك وأنه من حساب شيكات واردة إلى حساب المبيعات أو نرجع للقيود التي تعلمناها في البداية لما نستلم ونبيع بضاعة بشيك هنقول من حساب البنك إلى حساب المبيعات أنا بفضل دائما على طول القيد المحاسبي من حساب البنك إلى حساب المبيعات لكن بفترض في محاسب يحب يعمل حساب بسيط اسمه حساب الشيكات واردة هنقول من حساب الشيكات واردة إلى حساب المبيعات طيب الشيكات الواردة هذه إيش عمل فيها المنشاة هتوديها للبنك وبتالي بنعمل قيد محاسبي من حساب الشيكات برسم التحصيل إلى حساب الشيكات الواردة مشان نلغي حساب الشيكات الواردة لنا كما دين من خليدين مشان نتلغى صلحوها من حساب الشيكات الواردة أنا بنا نعتقد الطريقة اللي فيه الامتحانات تعيدنا وفيه فهمنا الموضوع الطريقة الأولى اللي هو من حساب البنك إلى حساب المبيعات وبالتالي مش هنعمل حساب اسمه حساب الشيكات الواردة من حساب البنك إلى حساب المبيعات بشكل مباشر زي ما تعلمنا في الأول من حساب البنك إلى حساب المبيعات وهذا كل المنشآت بتشتغل بهذه الطريقة طبعا لو كنا نعمل قيد محاسبي اللي هو من حساب الشيكات برسم التحصيل إلى حساب الشيكات الواردة زي القيد السابق الآن البنك بلغنا قال حصلت لك القيمة يا شركة وبالتالي هنا بنجعل البنك مدين وبنحط حساب اسمه حساب العمولة إلى حساب الشيكات برسم التحصيل مشان نلغي لحساب المدين اللي كان مفتوح أصلا عندي اسمه حساب الشيكات برسم التحصيل يعني بنجعل البنك مدين بقيمة ميتين دينار والعمولة خمسين دينار بميتين وخمسين إلى حساب الشيكات برسم التحصيل نرجع لقيدناها شفتوا الشيكات برسم التحصيل مدينة مدينة هذا مش إلى حساب بلغناك إلى حساب شيكات واردة صلحوها إلى حساب شيكات واردة إلى حساب شيكات واردة تصلح أنا شيكات واردة صلحت صارت اسمها حساب شكات واردة شكات واردة هنا مدينة وهنا داينة شطوا بعض ظهر عندي حساب جديد اسمه شكات برسم التحصيل لان شكات برسم التحصيل هذه ظهر عندي حساب جديد بدي أقف له هنا بيخليه دائن وبالتالي هنا بنقول إيش هنا من حساب البنك بقيمة 200 دينار العمولة 50 دينار إلى حساب شكات برسم التحصيل 250 250 شكات برسم التحصيل هنا كانت مدينة 250 وهنا أصبحت دائنة بقيمة كام 250 سكر بعضه الحساب طيب تجيير الشيك اللي هو زي اللي بشرحناكو قبل شوية إنه أنا بدي أخلي الشيك هذا إيش عطيه له واحد تاني عندي شيك بعت بضع لواحد وعطاني شيك شيك هذا بدي أنا عطيه له واحد تاني التجيير الشيك يعني يعني تظهير الشيك إيش مع تظهير الشيك؟ يعني أنا بدي أعطي الشيك لواحد تاني زي ما أنت إنت بعت بضع لواحد طيب أعطاكي فلوس ما أعطانا شي فلوس أعطاني الشيك هذا الشيك اللي أعطانا يا هذا ظل مع أنا ما حطناه في البنك ظل عندي في الشركة في الصندوق روحت اشتريت بضع من واحد بدلا ما أعطيه بضاءة قيمة بضاءة لاشتريتنا الشيك اللي في حوزتي جيرته لفلان يعني عطيته لفلان طيب كيف أجيره بأجي على خلف الشيك من وراء وبكتب عليه يتم دفع الشيك إلى صالح فلان الفلاني يعني كأنه أنا بقى أجير الشيك لدفع لصالح فلان الفلان موضوع تجير الشيك بس فما في شكل عام وليش ونعد عنه لأنه موضوع سهل الآن بنا نتكلم على حاجة جديدة اسمها أوراق القبض أوراق وهو موضوع مهم جدا بإنشان المحاضر الآن تقريبا انتهت صار بوقل 35 دقيقة بإننا المحاضر جاي إن شاء الله نشرح لكم إيش الأوراق القبض وإيش هي أوراق الدفع نترككم إن شاء الله في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته